الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هنتكلم إن شاء الله عز وجل في هذا اللقاء التكلم مع الميت وهنتكلم رؤية الشخص الميت وهو حي يعني إيه رؤية الشخص الميت وهو حي رؤية شخص ميت في المنام وهو حي رؤية الفتاة التي لم تتزوج لأخيها الميت بجوار قبرها حي ويظهر على وجهه علامات السعادة والفرح دل ذلك على أن الرأية ستتحقق أمنيتها وستحصل على ما تسعى إليه وإذا رأت السيدة المتزوجة في الحلم لوالدها الميت وكأنه مازال حي وينظر إليها ويبتسم ويظهر على وجهه الفرح والسعادة دل ذلك على حمل المرأة قريبا مشاهدة المرأة المطلقة في الحلم لصديقتها المتوفية وأنها تذهب لزيارتها لتجدها مازالت حية وتجلس معها وتتحدث وكانت المرأة المطلقة تشعر بالسعادة فهذه الرؤية تبشر الرأية بالخير والفرح وأن حياتها ستتغير للأفضل خلال الأيام القادمة تفسير حلم الميت يسأل عن شخص حي رؤية الشخص في منامه لوالدته المتوفية تسأل عنه فالرؤية تبشر الرأي بالتخلص من مشكلة وهمومه وأحزان وستصبح حياته هدئة مستقرة ورؤية الميت يسأل عن الحي في الحلم وكان الشخص المتوفى يبدو عليه علامات الفرح والسعادة دل ذلك على أن الشخص الذي يسأل عنه يتذكر الشخص المتوفى دائما بالدعاء والصدقات والشخص المتوفى سعيد بذلك جدا أما في حال رأي الشخص في الحلم أن شخص المتوفى يسأل عن شخص معين بالإسم فالرؤية تدل على أن الشخص المتوفى يحتاج الصدقة من هذا الشخص تحديدا ويحتاج إلى أن يدعو له والمرأة المطلقة إذا حلمت في المنام بشخص ميت يريد أن تذهب معه فالرؤية تشير إلى أن المرأة أحوالها ستتغير إلى الأفضل بإذن الله والرجل إذا شاهد في الحلم أن هناك ميت يجلس معه ويتناولون الطعام سويا ثم يقوم الشخص المتوفى ويأخذ الرأي معه تلك الرؤية بشرى للرأي بالتخلص من الهموم والأحزام ورؤية المرأة الحامل لشخص متوفى في المنام يريد أن يأخذها معه عنوة لذلك على أن المرأة ستحصل على الراحة بعد التعب والشقاء وبإذن الله عز وجل ما تنسوناش بلايك وشيروا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وما تنسوناش يا إخوانا بالاشتراك في القناة عشان نقدم لكم كل ما هو جديد وتشجيعا لنا على الاستمرار وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته